بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم ونصبنا ونقيم التجربة نعم هذه الحكومة عليها مجموعة التزامات والتأسيس انتخابات نزيه عادلة وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الاقتصادي من الانهيار ولكن هذا لا يحفينا من التزاماتنا اتجاه شعبنا وناسنا مع كل هذا انا امنا افتخر بجلسات الحكومة من القول رغم كل التحديات بحثنا عن فرصة للاصلاح ولهذا قدمنا ورقة البيضاء اللي هي ورقة اصلاح حقيقية ليس اصلاح اقتصادي فقط وانما اصلاح اقتصادي واداري وبالبنى التحتية في مؤسسات الدولة نعم العاني من البنى التحتية في بعض الوزارات من كادر مترحل من موظفين بروكراطيين اتمنى من الساعة الوزراء ينزلون الى هذه الدوار ويدروها من موقع ادنى حتى يحرفون حجم المشاكل انا بات الطر انزل اجتماع مع المدير عامين مع المدير عام حتى تابع الامور وقت يشف يومي عندنا تحديات فقط من الساعة الوزراء ان يمارس دورهم من موقع ادنى حتى نستطيع متابعة واكتشاف مشاكل الناس وتحدياتها في بعض الاحيان الموظفين يخفون علينا بعض المعلومات حتى نتجاوز هذه المشكلة حتى نكتشف الحقيقة اتمنى كل توفيقكم جميعا وبالخصوص كانزات البابا للعراق هي موقع افتخار واحتزاز لكل العراقين والعالم وبالخصوص اللقاء التاريخي في مدير تور واللقاء التاريخي بين سمحة السيد السستاني وقداسة البابا كانت رسالة للانسانية وكانت رسالة لكل العراقيين ان العراق ممكن ان ينهض وممكن يكون فرصة للحاضر والمستقبل يجب ان نعمل سوية جميعا وننسى همومنا او مصالحنا الشخصية خلننساها خلننعطرها مدة السنة مصالحنا الشخصية والفكر بالمصطحة العامة ما عنا خيار غير العراق ما عنا خيار غير تعايش ما عنا خيار الا الحل مشاكلنا ارجع كرر انا دعيت الى حوار وطني وهي رسالة على حجم المسؤولية التاريخية على عاتق خاري الحكومة ان نتحاول انقاذ ما يمكن انقاذه ومحاوله لجمع شم العراقيين خليكون تنوعنا الاثني الديني المذهبي وحتى الثقافي والفكري عنصر قوة وليس عنصر ضعف التنوع لا من يكون عنصر قوة بسبب ظروفنا السياسية وبسبب اخطاء حولناها لانصر ضعف يجبنا عيد الحياة لهذا التنوع ونحاوله لانصر قوة طبعا قبل ما ابدأ البرنامج احب ان اذكر قضيتيا شون نستثمر زيارة الباب العراق شون نستفاد منعتها وشون نحاوله ل مشروع للتنمية مشروع للتنمية مهم شون نحاوله هذا نحتاجه السياحة الدينية السياحة التاريخية شون نحاولها عنصر استثمار النقطة الاخرى رمضان على بوابه اطلب من السيد وزير التجارة اهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التنمية اكتو تقصير حقيقي اكتو شكوى اذا الوزارة تقدر تقول لنقدر اذا لم تقدر فلن يقول لنقدر من السيد هاي قضية اخلاقية الشريحة الفقراء عندنا كلش كبيرة في العراق وفي بعض المناطق بسبب وبقى كورونا بسبب التحدي الاقتصادية الشريحة بدت تزيد المطلوب الوزارة توفره باحسن طريقة وبطريقة تحفظ كرامة الناس هذه ليس عطاء هذه ليس مننا هذا واجب علينا تجاه شعبنا فاتمنى من الوزارة تقوم بواجبها وكذلك وزارة العمل فيما خصوص التزاماتها الزيارات للناس هي مهمة جدا كل السادة للوزراء كل ما حسب اقتصاد بالخصوص للوزراء لعتم خدمات في الجانب الخدماتي انه يمارسون دورهم الميداني خليناس نشوفهم خليناس نشوف شو الأشياء الممكن نزويها شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا